اشتركوا في القناة مقترحات ونقاشات مستفيدة على طاولة مجلس بلدي الشمالية في اجتماعهم الاعتيادي والذي بحث عددا من المواضيع وتقدم بعدد من المقترحات التي تتوافق مع رغبات أهالي المنطقة حيث أوصل مجلس بدراسة إمكانية تحديد مسارات لتعليم قيادة السيارات بعيدا عن الأحياء السكنية وتحديدا في منطقة عالي بناء على طلب أهالي مجمعي 730-740 في منطقة عالي ارتقينا لرفع هذا الموضوع وطبعا تلقينا بلاغات وشكاوي من الأهالي بخصوص أن يعانون من ازدحامات ومضايقات مثل ما نقول من العدد الكبير من سيارات تدريب السياقة في المنطقة بين الأحياء السكنية فبناء على طلب الأهالي رفعنا هذا الموضوع إلى إدارة تعليم السياقة وأيضا إلى إدارة المرور بوضع ضوابط ونظم لتخفيف عملية الإزدحامات التي تصر في المنطقة خاصة في المنطقة هناك أيضا مدارس ومنطقة تعليمية روضة وأيضا الأهالي والأطفال ومحلات تجارية فبناء على رغبة الأهالي احنا ارتقينا لوضع هذه الضوابط للتخفيف من الإزدحامات التي تصر في المنطقة وبعد ما نسعف الوقت نفسه أن نكون مثل ما نقول سيف أو شيء على رقاب المدرب السياقة بالعكس نتعاونين معهم ونتمنى تعاونهم أيضا معنا من أجل راحة الأهالي والقاطني في المنطقة فيما توافق المجلس على فكرة فصل ميزانية الترميم عن المنازل الآيلة للسقوط خصوصا وأن طبيعة تلك المباني لا تتوافق مع فكرة الترميم فضلا عن أن الميزانية التي تم رصدها للمنطقة الشمالية لا تتنسب عدد الطلبات المقدمة للمجلس كمجلس بلدي مرئياتنا تكون على أساس أن فصل صندوق البيوت الآيلة للسقوط عن بيوت الترميم والصيانة لتكون ماشية لأن صندوق الآيلة للسقوط طبعا على ما يصير هذه يبقى لفترة طويلة فإحنا دامنا ماشيين على الآلية هذه فلنتمنى مجلس البلد الشمالي فصل الصندوق الآيلة للسقوط عن الترميم وخلال الجلسة بحث المجلس مع ممثلي هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية القوانين المتعلقة بإدخال الأدوية والمنتجات الطبية التي يتم بيعها في مواقع التواصل الاجتماعي وألية مراقبة عملية إدخالها إلى الأسواق المحلية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر